موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم أكد المتحدث باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي بيتر سناتو اليوم الاثنين أن الإعلان عن هوية رئيس البعثة الأوروبية في العاصمة الليبية طرابلس سيجرى في الوقت المناسب بحسب وكالة أكيا شارا سناتو خلال إحاطة صحفية في بروكسل لأن الدبلوماسية مهنة لا تمارس عبر ميكروفونات بل بتكتم وسرية مبرزا أن الإعلان عن بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس سيجري بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة على حد قولها تفق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باطيلي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكال على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات وجعله قابلا للتنفيذ الاتفاق يندرج ضمن جولة جديدة لمشاورات يقودها باطيلي لتفعيل مصاري التسوية السياسية في البلاد شملت رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وقبله رئيس المجلس الرئاسي محمد لمني في الأسبوع الماضي جولة جديدة من المشاورات السياسية يجريها الممثل الخاص للأمين العام الأممي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باطيلي تهدف إلى استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ وتجمع قراءة المتابعين للشأن الليبي أن القصدة من وراء دعوات باطيلي التي أطلقها بعد اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا إعادة النظر في نقاط الخلاف الجوهرية بقانون الانتخابات خصوصاً ما تعلق بترشح العسكريين ومزدوجية الجنسية بحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا وعلى رأسها ملف الانتخابات ومخرجات لجنة 6 زائد 6 ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي وسبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة وشملت جولة المشاورات التي يقودها بتيل مع الأطراف الليبية لقاءات جمعت أيضاً مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وقبله رئيس مجلس النواب عقيل صالح فضلاً عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ويجمع مراقبون على أن الجولة الجديدة من المشاورات الأممية في ليبيا تهدف إلى تسريع الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعتبر الحل الأوحد للخروج بالبلاد من دوامة الخلافات السياسية ومآلاتها الأمنية والاقتصادية التي تغرق فيها منذ ما يربع عقد من الزمن طلب المجلس الأعلى للدولة اللي بيلاحظ بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات في قضية لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع من يوصف بوزير خارجية الكيان الصهيوني كما طلب بإدانة الشخصية المتورطة في القضية جدد المجلس خلال جلسة تشاورية بطرابلس بحضور ثمانية وأربعين عضوا لمناقشة تداعية القضية جدد إدانته أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كانت مؤكدا على الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية وفق بيان للمجلس نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب اليوم الاثنين عن تنظيم وقفة شعبية احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط الخميس المقبل تنديدا بانخراط المخزن في أجندة الصهيونة الشاملة للبلاد المجموعة التي دعت كافة القوى المدنية وأحرار الشعب المغربي إلى المشاركة بقوة في هذا الموعد وصفت في بيان لها زيارة رئيس مجلس المستشارين بالمغرب إلى برلمان الكيان الصهيوني بالمنزلق الخطير والمدمر للموقف الرسمي المغربي باتجاه الارتماء أكثر فأكثر في قاع هوة التطبيع مع العدو الصهيوني وأدانت بكل عبارات السخط مهزلة ربط مؤسسة البرلمان المغربي بالكنيست الصهيوني عبر عدد من الخطوات التطبيعية في موضوع الآخر تجاوزت خسير إسبانيا جراء تعليق الجزائر وارداتها من البلاد المليار وسبعمائة وخمسين مليون يورو في ثلاثة عشر شهرا وأظهرت بيانات لمسح أجرته صحيفة The Objective الإلكترونية الإسبانية تراجعا حادا في صادرات إسبانيا نحو الجزائر ما يهدد نحو 600 شركة إسبانية بالإفلاس ضربة تجارية قاسية ولا بوادر لحلها هكذا يبدو المشهد لمئات الشركات الإسبانية المتضررة جراء تعليق الجزائر واردتها مسح أجرته صحيفة The Objective الإلكترونية الإسبانية يظهر تفاقما حدا في خسائر مادريد بفعل القرار المتخذ في التاسع جوان 2022 لتتجاوز مليار وسبعمائة وخمسين مليون يورو في ظرف ثلاثة عشرة شهرا نتيجة لتقلز صادرات إسبانيا من أكثر من ملياري يورو خلال الفترة التي سبقت الإجراء الجزائري إلى أقل من ثلاثمائة مليون يورو خلال الفترة المنتدة من جوان 2022 إلى جوان الماضي ما يمثل تراجعا حادا بـ 87% بالمقارنة بين الفترتين مع انخفاض متوسط الصادرات الشهرية من 177 مليون يورو في مارس 2021 لتنحصر عند 6 ملايين يورو في فيفريا الماضي وفق تقديرات وزارة الصناع الإسبانية تراجع في الصادرات قابله ارتفاع ملحوظ في واردة إسبانيا من الجزائر بتجاوزها حاجز 6 ملايين 750 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من جويل 2022 إلى جوان الماضي بزيادة ناهزة المليار يورو بالمقارنة مع المستوى المسجلي خلال الفترة التي سبقت تعليق الجزائر واردتها ما رفع العجز التجاري لإسبانيا في معاملاتها التجارية مع الجزائر إلى مستويات قياسية فاقت 6 مليارات ونصف مليار يورو بزيادة مليار ونصف مليار يورو مقارنة بالفترة الممتدة من جوان 2021 إلى جويليا 2022 تقديرات دراسة أعدتها شركة أنتر مودال فوروردينغ المتخصصة في استشارات النقل الدولية أشارت إلى تأثر 600 شركة إسبانية بشكل مباشر بالقرار الجزائري أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة أجبرتها الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر على الدخول في وضعية حرجة تهدد معظمها بالإفلاس في ظل تماطل حكومة سانشيز في الاستجابة لطلبات الإعانة والتعويض التي تقدمت بها الشركات منذ أشهر أزمة يبدو أن أفق نهايتها بعيد منال في ظل تأكيد الجزائر أن أسباب تدهور علاقة ثنائية لا تزال قائمة وأن كل الآمال معلقة على تشكيل حكومة جديدة في مادريد تعيد موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية إلى مصاره التاريخي ليبدد خطيئة بيدرو سانشيز شرك رئيس الصحراوي إبراهيم غالب العاصمة الكينية نايروبي في قمة أفريقيا للمناخ بدعوة رسمية من نظره الكيني ويليام مأروتو رئيس لجنة رواسي الدول والحكومة الأفريقية المعنية بتغير المناخ وتشارك الجمهورية الصحراوية في القمة الأفريقية الأولى الخاصة بمكافحة تغير المناخ تحت شعار دفع النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم وكان الرئيس الصحراوي قد استقبل الأحد لدى وصوله إلى مطار جومو كينيات الدولي من قبل وزير الخارجية لدولة كينيا ألفريد موتوار رفقة عدد من المسؤولين السامين والسفير الكيني المعتمد لدى الجمهورية الصحراوية وسفير الصحراء الغربية في كينيا نهاية النشر المغاربية وللمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعتنا عبر منصتنا الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة